السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب مدرسة المناهل الدولية أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادة الاجتماعيات لصف السابع نلتقي بكم اليوم في درس من كتاب التاريخ بعنوان الدولة الأموية في الأندلس وكنا قد تحدثنا في بداية هذا العام عن الدولة الأموية في مراحلها منذ التأسيس والقوى والازدهار حتى الضعف والانهيار على يد العباسين ومن المحاور التي فصلنا فيها عن منجزات الدولة الأموية كان المجال العسكري والفتوحات العسكرية حيث أن الأمويين تمكنوا أن يصلوا بحدود الدولة الإسلامية حتى حدود الصين شرقا وشمال إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبرية غربا شبه الجزيرة الإيبرية هي الأندلس التي أقصدها الآن طبعا نتذكر بأن طارق بن زياد أوكلت إليه هذه المهمة من قبل موسى بن نصير ولشمال إفريقيا في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وتمكن طارق بن زياد أن يعبر بجنوده إلى أوروبا بعدما عبر مديغ جبل طارق وعرف باسمه وتمكن من فتح هذه البلاد والتوسع فيها طبعا عندما سقطت الدولة الأموية في دمشق على يد العباسيين بقيت الدولة الأموية في الأندلس واستمرت في حياتها السياسية هذا الشيء الذي سوف نتعرف عليه في هذا الدرس من خلال العناوين الآتية طبعا المحور الأساسي لدرسنا اليوم هو عصور الحكم العربي في الأندلس سنقسم هذه الفترة في حياة الأندلس إلى عدة أقسام وعصور سياسية نبدأها بعصر الولاد إذن واحد سيكون عندنا عصر الولاد سنتحدث عنه وعن أهم المنجزات في هذا العصر وميزاته ثم سنتحدث في المحور الثاني عن عصر الإمارة ثم سوف ننتقل إلى عصر الخلافة وأخيرا سيكون عندنا عصر ملوك الطواف إذن المحاور أعيد وأكرر هي كالآتي تقسيم سياسي لهذه الفترة لتاريخ الأندلس من خلال عصر الولاد منها انتقلت إلى عصر الإمارة منها انتقلت إلى عصر الخلافة وأخيرا عند عصر ملوك الطواف سنقف عند كل عصر من هذه العصور ونتحدث عنه ونفصل في ميزاته وأهم المنجزات وأهم ما ميز هذا العصر قبل أن نفصل في الحديث عن الأدوار السياسية التي مرت على الأندلس نستذكر بعجال أهم ما ميز الدولة الأموية كما نعلم أعزائي الطلاب بأن الدولة الأموية قامت بعد نهاية الحكم والخلافة الراشدية على يد معاوية بن أبي سفيان الذي اتخذ من مدينة دمشق عاصمة لدولته وأهم أمر ميز هذه الدولة الدولة الأموية هو التوسع في حدود الدولة الإسلامية كما نعلم بأن أقصى التساع وصل للدولة الإسلامية كان في عهد الدولة الأموية وبالتحديد في عهد هشام بن عبد الملك وتعددت جبهات القتال والحروب والفتوح الإسلامية فنجد الجيوش الإسلامية تقاتل في الجبه الشرقية حتى حدود الصين والهند وتقاتل شمالا مع البيزنطيين في الجبه الشمالية وكما نجد أن الجيوش الإسلامية وصلت حتى الغرب غربا حتى المحيط الأطلسي عند مدينة الطنجة على مديغ جبل طارق وبلغت الدولة أقصى التساع لها في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك طبعا وقسمت الدولة الأموية إلى عدة ولايات من بين هذه الولايات ولاية شمال إفريقيا وهي أقرب الولايات إلى شبه الجزيرة الإيبرية التي سوف نتحدث عنها اليوم والتي تعرف باسم الأندلس طبعا القائد العسكري الذي أوكلت له مهمة فتح الأندلس هو طارق بن زياد والي مدينة الطنجة إذن طارق بن زياد عين من قبل والي شمال إفريقيا موسى بن نصير في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك وصل طارق بن زياد إلى مدينة الطنجة ومنها اتخذها مركزا له لينطلق بقواته إلى شبه الجزيرة الإيبرية ليتمكن من فتح هذه المناطق في عام 92 للهجرة بعد معركة وادي لكة وبعدما دخل الأراضي وانتصر على جيوش الجيوش الإسبانية تبعه موسى بن نصير ومن ثم ابن موسى بن نصير عبد العزيز وبدأوا يتوغلون في شبه الجزيرة الإيبرية حتى أصبحت الأندلس ولاية تابعة للحكم الإسلامي في دمشق وللدولة الأموية واستمر الحكم العربي في الأندلس حوالي ثمانية قرون منذ فتح طارق بن زياد للأندلس في معركة وادي لكة منذ عام 92 للهجرة حتى نهاية القرن التاسع للهجرة ثمانية قرون حوالي ثمانمائة سنة شهدت فيها الأندلس تقلبات وتغيرات على المستوى السياسي والطرابات ما بين حالات ضعف وقوة وازدهار وحالات فوضى والطرابات داخلية بذلك في هذا الدرس إن شاء الله سنبدأ بالمحور الأول ونفصل في أول عصور أو أول أدوار الحكم السياسي في الأندلس وهو عصر الولاد في عصر الولاد كانت الأندلس تابعة للدولة الأموية في العاصمة دمشق كما نرى هنا بأن الأندلس أصبحت في البداية تابعة لولاية شمال أفريقيا التي تتبع بالمقابل للعاصمة الأموية دمشق فيما بعد أصبحت الأندلس ولاية مستقلة عن شمال أفريقيا يعني أصبحت شمال أفريقيا ولاية والأندلس ولاية أيضا مستقلة كباقي الولايات في أرجاء الدولة الأموية طبعا كان يعين الوالي من قبل الخليفة الخليفة في دمشق من أبرز الولاة الذين حكموا الأندلس كان السمح بن مالك الخلاني ومعروف في حروبه ضد الفرنجة والممالك الأوروبية والقبائل التي حاولت أن تسترد الأندلس أو تحارب المسلمين كذلك عندنا عبد الرحمن الغافقي هذا القائد المسلم الذي استشهد في معركة بواتيه أو كما نسميها معركة بلاط الشهداء في عام 114 للهجرة طبعا إذا عدنا إلى المصور نرى هذا المناطق باللون الأخضر هي مناطق تابعة للدولة الأموية هي مناطق الفتح الإسلامي نجد بأن عبد الرحمن الغافقي في سنة 114 رحمه الله سار بجنوده شمالا حتى دخل الأراضي الفرنسية وأصبح على مقربة من مدينة باريس عاصمة فرنسا اليوم إذن في هذه المعركة في معركة بلاط الشهداء كاد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله أن يتمكن بالدخول إلى باريس وبعد باريس كانت ستفتح البوابة له لكي يفتح أوروبا بالكامل وعلى شهادة المؤرخين الغرب قالوا لو لا معركة بواتيه التي كتب لهم النصر بها على المسلمين لكان القرآن يدرس في جامعة أكسفورد ووصل الإسلام إلى استوكولم شمال أوروبا لكن مع الأسف لم يكتب النصر في هذه المعركة كنا قد تحدثنا عنها في درس سابق ويمكن لكم أعزائي الطلاب أن أترك لكم رابط فيلم وثائقي عن معركة بلاط الشهداء لمن أحب أو يتثقف في هذه المعركة ويزيد في المعلومات يمكن أن يتابع هذا الفيلم الوثائقي بعنوان بواتيه بلاط الشهداء سأترك لكم الرابط في التعليقات أو أرسلوا لكم عن طريق الواتس أب إذن هذا بالنسبة ما ميز فترة عصر الولاة لننتقل إلى العصر الثاني طبعا العصر الثاني هو عصر الإمارة ذكرنا في عصر الولاة أعزائي الطلاب كانت الأندلس تتبع للدولة الأموية في دمشق يعني هذا الكلام بأن الدولة الأموية كانت قائمة في دمشق نلاحظ هنا التاريخ بدأ عصر الإمارة في عام 138 الهجرة أي بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق على يد العباسين كما نعلم في عام 132 إذن هنا عندما سقطت الدولة الأموية في دمشق بعد سقوطها وقامت الدولة العباسية بدأ العباسيون بالانتقام وملاحقة بني أمية فتمكن أحد أمراء ورجال بني أمية وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام نعيد الإسم ونكرر الإسم جدا مهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي كان يلقب بسقر قريش أو فيما بعد لقب بالداخل طبعا عبد الرحمن تمكن أن يفر إلى الأندلس وهناك بعدما جمع أنصاره وأنصار الدولة الأموية أعلن الانفصال انفصال هذه الإمارة وهي إمارة الأندلس أعلن انفصالها عن الدولة العباسية فلم تعد تابع للدولة العباسية بل تمتع عبد الرحمن الداخلي بحكم مستقل عن الخلافة العباسية في بغداد إذن عبد الرحمن الداخل الملقب بسقر قريش كما ذكرنا أو الداخل حكم في الأندلس حوالي 34 عاما منذ توليه الحكم بدأت فترة الإمارة الأموية في الأندلس وانفصلت عن الخلافة الإسلامية في بغداد الخلافة العباسية كما ذكرنا كما أنه تمكن عبد الرحمن الداخل أن يفرض الاستقرار على الأوضاع وأخمد كل التمردات التي قامت داخل الأندلس في البلاد كما أنه عمل على إنشاء جيش قوي للبلاد هذا رسم تخيل عبد الرحمن إذن حاول أن يبني جيشا قويا لكي يدافع عن هذه الإمارة وعن هذه الأراضي وأنشأ دورا للأسلحة من أشهرها طبعا كانت مصانع طليطلة للسيوف وللمنجنيقات هذا مثال عن جيوش عفوا عن السيوف الأندلسية أيضا هذا هو المنجنيق وهو سلاح كان شهير في تلك الفترة يستخدم في الرمي على الحصون والقلع ومن مناقب عبد الرحمن الداخل أيضا أنه أولى للعلم والجانب الديني اهتماما بالغا جدا حتى أنه عمل على نشر العلم وتوقير العلماء واهتم بالقضاء والحسبة كذلك اهتم من الناحية الدينية أيضا ببناء المساجد والناحية المعمارية كما نجد هنا منجزات عمرانية كبيرة كبناء القصور والمساجد وأهم المساجد طبعا كما نجد في الصورة مسجد قرطبة الكبير هذه الصور الآن التي نراها هي صور لمسجد قرطبة الذي أصبح اليوم مع الأسف كتدرائية في قرطبة هذا هو المسجد الذي بدأ ببنائه عبد الرحمن الداخل هذه الزخارف والمقرنصات من داخل المسجد الجانب أو الناحية المعمارية الإسلامية ظاهرة على هذا المسجد لكن مع الأسف اليوم هو كتدرائية في إسبانيا طبعا هذا المسجد كان أنا ذاك في ذلك العصر يعتبر ثاني أكبر مسجد في العالم الإسلامي بعد المسجد الحرام مع الأسف لم يعد مسجد وإنما أصبح كتدرائية طبعا في نهاية هذا العصر في عام 316 تقريبا في بداية القرن الرابع للهجرة بدأت بعض الاضطرابات والخلافات والتمردات الداخلية داخل الإمارة لينتهي هذا العصر ويبدأ عصر جديد وهو العصر الثالث أو الدور الحكم السياسي الثالث إذن الأدوار كما بدأنا فيها من الأول كان عندنا دور ألولى كانت الأندلس تتبع إلى الحكم في دمشق إلى الحكم الأموي ثم جئنا إلى عصر الإمارة الذي بدأ بتأسيس عبد الرحمن الداخل سقر قريش رحمه الله الذي تمكن أن ينفصل عن الخلافة العباسية بإمارته ثم انتهى هذا العصر كما ذكرنا بالحروب الأهلية وبعض الاضطرابات والتمردات في بداية ومطلع القرن الرابع الهجري لنبدأ إن شاء الله بدور ثالث وهو دور الخلافة عصر الخلافة بدأ مع نهاية عصر الإمارة منذ عام 316 أي في مطلع القرن الرابع للهجرة طبعا بدأ هذا العصر مع وصول عبد الرحمن بن محمد الثالث الملقب بالناصر كما نجده هنا في الصورة عندما تمكن عبد الرحمن بن محمد الثالث بالقضاء على الحروب الأهلية التي كانت في داخل الإمارة عندما تمكن من تحقيق الاستقرار والتخلص من الاضطرابات الداخلية أعلن نفسه خليفة للأندلس أي نجد الآن يوجد خلافتين في العالم الإسلامي الخلافة العباسية في بغداد والخلافة الأموية في الأندلس إذن أسمينا هذا العصر بالخلافة لأنه أعلن نفسه عبد الرحمن بأنه خليفة رسول الله كما نجد طبعا وكان يلقب بالناصر إذن سنطلع بشكل أكبر ومفصل على أعمال عبد الرحمن الثالث بن محمد الثالث أو الناصر سنقول تجاوزا عبد الرحمن الناصر من أبرز أعماله أنه تمكن أن يقضي على نار الحروب والاضطرابات التي شهدتها الأندلس في فترة في نهاية فترة الإمارة إذن أول عمل من أعمال عبد الرحمن بأنه أوقف الحروب الأهلية العمل الثاني أنه أيضا تمكن أن يتصدى لهجمات الإسبان أو الممالك الإسبانية من الشمال ولهجمات أيضا النورمانديين الذين جاءوا من فرنسا إذن تعرضت الدولة في هذه الفترة لهجمات إسبانية ولهجمات النورمانديين النورمانديين هم سكان شمال فرنسا أو شمال غرب فرنسا كما نجد هذه صورة تجسد أشكال ونمط هذه القبائل النورماندية طبعا النورمانديين كما نجد هذا موطنهم الأصلي جاءوا من شمال تقريبا شمال غرب فرنسا قاموا بمهاجمة الأندلس من تصدى لهم عبد الرحمن الناصر أو عبد الرحمن بن محمد الثالث كما أنه تصدى لهجمات الإسبان إذن إلى الآن عبد الرحمن تمكن أن يخمد نار الثورة أو نار التمرد أو نار الاضطراضات الداخلية في إمارته أو في دولته تصدى أيضا للهجمات الخارجية هجمات النورمانديين وهجمات القبائل الإسبانية أيضا من الأعمال التي قام بها عبد الرحمن الناصر بأنه اتخذ لقب الخليفة ذكرنا في بداية الفقرة بأن عبد الرحمن أعلن نفسه خليفة كالخليفة العباسي في بغداد فهنا أول انقسام في تاريخ الدولة الإسلامية أصبح خليفتين للمسلمين عندنا خليفة في بغداد وعندنا الآن خليفة أموي في الأندلس إذن من أعماله العمل الرابع اتخذ لقب الخليفة كما أنه أيضا أعطى للعمران والناحية الجمالية لدولته فاهتم ببناء أيضا القصور والمساجد حتى أن عبد الرحمن أيضا أضاف على مسجد قرطبة وحسن منه ووسع بهذا المسجد هنا طبعا هذه النقود التي كانت تضرب في عهد عبد الرحمن الناصر العمل السادس وصلنا إليه بأنه أيضا عندما استقرت له الأمور وتصدى للهجوم الخارجي وأعلن نفسه خليفة للدولة وأصلح من الأمور الداخلية في الدولة بدأ بعلاقات سياسية جديدة كالعلاقات مع فرنسا وعلاقاتها أيضا مع الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية هنا إسطنبول اليوم إذن الآن الأندلس أصبحت تمتاز بعلاقات سياسية جيدة مع فرنسا ومع الإمبراطورية البيزنطية ولم يأتي هذا الشيء إلا من القوة التي تمتعت بها الدولة الأندلسية أو الدولة الأموية في الأندلس عندما فرضت قوتها وأصبحت كلمتها السياسية هي العليا فرضت هذه الاتفاقيات وفرضت هذه العلاقات مع أقوى الإمبراطوريات وهي الإمبراطورية البيزنطية وكذلك الدولة أو العلاقات مع فرنسا نعيد ونكرر بأن عبد الرحمن بن محمد الثالث الملقب بالناصر كان له الدور الأكبر في هذا العصر في عصر الخلافة حيث أنه قام بمجموعة من الأعمال هذه الأعمال جدا مهمة نعيدها ونكرر من أهم أعمال العبد الرحمن بأنه تمكن من القضاء للطرابات والفتن كما أنه تصدى للنورمانديين وتصدى للقبائل الإسبانية اهتم بالحركة العمرانية استقرت أمور له فيه داخل الدولة وأعلن نفسه خليفة أو اتخذ من لقب لقب الخليفة لنفسه كما أنه فرض علاقات سياسية جيدة كل مع فرنسا ومع الإمبراطورية البيزنطية لكن بعد وفاته مع الأسف استلم الحكم المستنصر بالله ومن ثم الحاجب المنصور كما نجد صور هؤلاء الخلفاء للدولة الأموية في الأندلس المستنصر بالله والحاجب المنصور طبعا وهنا في هذه المرحلة بدأت مرحلة اضطرابات جديدة ونزاعات على العرش إذن رأينا في عهد الإمارة بدأت هذه الاضطرابات في نهاية عصر الإمارة نعود إلى عصر أيضا الخلافة في نهاية هذا العصر بدأت الاضطرابات وسادت الفتن وساءت الأوضاع الداخلية في الأندلس بدأت النزاعات على العرش لذلك ضعفت الدولة حتى تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الأندلس وهو عصر ملوك الطواف طبعا كما ذكرنا أن عصر ملوك الطواف بدأ في بداية القرن أو في منتصف القرن تقريبا الخامس الهجرية ودام حتى نهاية القرن التاسع يعني حتى سقوط حكم المسلمين في الأندلس طبعا من التسمية من تسمية هذا العصر يتوضح لنا بأن الدولة بدأت بالانقسام وبدأت بالتفكك ملوك الطواف إذن كل طائفة كل مدينة كل إقليم أو مساحة من الأرض لربما شكل دولة وشكل حكم حتى وصل عدد الطواف أو هذه انقسام الدولة أو تفككت الدولة لأكثر تقريبا من خمسين دولة صغيرة بعدما كانت كلها في خلافة واحدة في دولة واحدة يحكمها خليفة واحد أو أمير واحد أصبحت منقسمة منفصلة بدأت النزاعات فيما بينهم وطبعا بعض هؤلاء الأمراء أو المشايخ أو ملوك الطواف بدأ يستعين بالغرب أو بالقبائل الغربية على جيرانه من المسلمين فبدأت إذن الضعف وعدم الاستقرار والفتن تنخر في داخل الدولة وبدأت تنفصل طبعا الخلافة في الأندلس إلى عدد دولات طبعا من أشهر هذه الدولات والطواف كما نجد على الخريطة كل لون هو يعبر عن طائفة أو ملك لعائلة معينة ومن أشهرهم طبعا كان عندنا بنو جهور وبنو عباد وبنو الأفطس وبنو ذنون وبنو زيري بعضهم كان يستعين كما ذكرنا بجوارهم من الغرب من الفرنجة على جيرانه من المسلمين لكي يثبتونه على الحكم طبعا من هنا نتبين مدى الضعف وعدم الاستقرار الذي بدأ ينهش بالدولة الإسلامية في الأندلس طبعا ذكرنا أن من أشهر ملوك الطواف في الأندلس كانوا بنو جهور الذين كانوا في قرطبة سنراهم على الخريطة طبعا واشتهر منهم أبو الحزم من أشهر ملوك هذه الإمارة أو هذه الطائفة أو هذه المساحة من الأندلس كما نرى مساحة صغيرة يحكمها عائلة أو طائفة بنو جهور طبعا من أشهر كان أبو الحزم الذي كان معروف بعدالته وحكمه العادل ولكن بعد وفاته أيضا تنازع أبنائه على الحكم عبد الملك وعبد الرحمن فأيضا سقطت حكم بني جهور لعائلة أخرى وهم بني عباد إذن نرى أيضا ضمن العائلة والطائفة الواحدة كانت تبدأ النزاعات والخلافات فور موت أو وفاة أحد الملوك أو الملك القائم عند وفاته فورا تبدأ النزاعات والخلافات لأن الحكم في الأندلس بدأ بمرحلة الهشاش والضعف ونهاياته طبعا إذن بعد بني جهور الذين كانوا يحكمون في قرطبة بعد وفاة أبو الحزم والخلافات التي بدأت بين أبنائه انتقل الحكم إلى بني عباد أيضا في إشبيلية الذين نرى أيضا من أشهرهم كان محمد بن اسماعيل والمعتد بالله والمعتمد بن عباد وهذه مساحة بن عباد في دولتهم بعدما توسعوا طبعا نرى الامتداد الواسع لهذه الطائفة أيضا سقطت هذه الدولة على يد المرابطين الذين سوف نتحدث عنهم إن شاء الله في درس لاحق إن شاء الله إذن ملوك الطوائف نعيد ونكرر بأن الدولة في الأندلس انقسمت إلى عدة دولات منفصلة متنازعة فيما بينها بدأت الخلافات والاضطرابات تنخر في داخل الدولة من أشهر هذه الأسر والطوائف التي حكمت كانوا بني جهور في قرطبة وبني عباد في إشبيلية طبعا سقطت طائفة بني جهور على يد بني عباد وبني عباد سقطوا أيضا على يد المرابطين سوف نتحدث عن الموحدون والمرابطون إن شاء الله في درس لاحق طبعا كما ذكرنا بأن الأندلس أصبحت تتألف أكثر من خمسين دولة أو خمسين دولة تقريبا بعضها لم يدم لأشهر وأقل يعني وبعضها لم يحكم إلا عدة قرى أو مدينة صغيرة طبعا وبذلك يكون انتهى مع نهاية القرن التاسع الهجرية انتهى حكم أمد أوروبا بشعاع من الحضارة ونور الإسلام الذي شمل جميع أوروبا الشيء يذكر بأن أول مشفى فتح في أوروبا كان في باريس وفتحت أول مشفى بعد سبع قرون من أول مشفى إسلامي كان في دمشق أول مشفى في العالم كان في مدينة دمشق في العاصمة الأموية أما فرنسا وأوروبا بالكامل عارفت المشافي بعد المسلمين بسبع قرون مع الأسف طبعا سنتحدث ونتفرد بالحديث عن المجازات الحضارية للمسلمين في الأندلس إن شاء الله في دروس لاحقة ولكن شيء بشيء يذكر بكما رأينا الدولة منذ تأسيسها في الأندلس عندما كانت في عهد الولاية كانت تتبع للدولة الأموية ثم أصبحت في عهد الإمارة على يد عبد الرحمن الداخل ثم انتقلت إلى مرحلة الخلافة وهو دور الازدهار والقوة في عهد عبد الرحمن بن محمد الثالث أو الملقب بن ناصر ثم انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الضعف عصر ملوك الطوائف انقسمت الدولة وبدأت النزاعات فيما بينهم بدأوا يستعينون بالغرب وبالقبائل الغربية بدأت الفتن تزداد بينهم لتنتهي هذه الدولة وآخر إمارة تسقط في عام 897 على يد الغرب طبعا كان آخر حكام المسلمين في الأندلس من بني الأحمر وكان في غرناطة آخر إمارة تسقط هي كانت إمارة غرناطة هنا عندنا سهم تاريخي ويبرز التسلسل الزمني لأدوار الحكم السياسي كما نجد عصر الولاية أول ولاة من 97 حتى 138 يعني كان عصر الولاة في عهد الدولة الأموية عندما قامت الدولة الأموية لكن بعد سقوط الدولة الأموية شهدنا عصر جديد وهو عصر الإمارة قام هذا العصر على يد عبد الرحمن الداخل سقر قريش ثم بعد عصر الإمارة كان عصر الخلافة أصبحت طابع الحكم السياسي في الأندلس خلافة أصبح خليفة عبد الرحمن أطلق على نفسه مسمى الخليفة فأصبح عندنا خليفتين الخليفة العباسي في بغداد والخليفة الأموي في الأندلس نهاية منذ بداية القرن الخامس للهجرة بدأت ملوك الطوائف طبعا في ملوك الطوائف تخلى لها حكم المرابطون إن شاء الله سنتكلم عنهم في درس خاص وأيضا حكم الموحدون وأخيرا كان سقوط غرناطة وبذلك انتهى الحكم الإسلامي بعد ثمانية قرون كما ذكرنا من الإشعاع الحضاري من نور الإسلام الذي أنار على أوروبا انتهى مع سقوط آخر إمارة وهي إمارة غرناطة طبعا أحببت أن أعرض عليكم أعزائي الطلاب هذا الفيديو لكي نقارن ما أشبه الأمس باليوم دعونا نشاهد وتصلكم الفكرة مما أريد قوله تعالى في الآية الكريمة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين طبعا هذه الآية تدل على أن المسلمون إذا لم يكونوا يدا واحدة وقلب واحد على دين الله وإذا لم نعتصم بدين الله عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فستذهب ريحنا وسيذهب سلطاننا كما ذكر سيدنا عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام دعونا نرى الفيديو منذ البداية طبعا في هذا الفيديو نقارن كما ذكرنا الأمس بيومنا هذا كيف حال المسلمين كيف نعيش طبعا كما رأينا منذ بداية الدرس كيف أن الدولة في الأندلس شهدت مراحل من القوى والازدهار والتطور لكن عندما وصلنا إلى عصر ملوك الطواف بدأت النزاعات والخلافات تتفشى بين هؤلاء الأسر وبين هؤلاء الطواف مما أدى بدأ بعضهم يسقط الآخر يستعين بالغريب من أجل أن يسيطر على مساحات أوساء أو يحافظ على سلطانه من الانهيار لذلك تفرق المسلمين وعدم اعتصامهم في حبل واحد وهو حبل الله عز وجل والدين الإسلامي أدى إلى نهاية هذه الدولة أدى إلى نهاية هذه الحقبة السياسية العظيمة من التاريخ المشرق الإسلامي في أوروبا حتى تذهب من دون رجوع أبدا وذلك الحال الذي نعيشه نحن الآن مع الأسف نعرض الآن عليكم مصورا للوطن العربي كما نرى شبه الجزيرة العربية منقسمة لأكثر من دولة لسبع دول إقليم بلاد الشام منقسم إلى سوريا فلسطين لبنان الأردن مصر السودان ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا كل هذه الدول العراق كل هذه الدول منقسمة متفرقة زرعت بيننا الضغينة والتجزئة والتفرقة السياسية لكي نضعف ولكي لا يقوم لنا قائمة أبدا لأننا بوحدتنا إن شاء الله سيعلو كلمة هذا الدين وسيكون للمسلمين لهم الدور الريادي في العالم إذن ذاك الوقت وذاك التاريخ وتلك الحقبة التي نتكلم عنها كم هي شبيهها بيومنا هذا كما تفرق ملوك الطوائف نحن أيضا الآن متفرقين الفرقة بيننا الفرقة السياسية وعلى العلم بأننا أصحاب دين واحد وتاريخ واحد ولغة مشتركة نسأل الله أن يجمع شملنا ويوحدنا من جديد لكي تعلو كلمة هذا الدين إذن من خلال الدرس اليوم تمكننا أن نقارن بين حالنا اليوم بين حالنا اليوم والحال في عصر ملوك الطوائف في نهاية دولة الأندلس وبذلك نكون قد عرضنا عليكم أعزائي الطلاب أبرز المراحل السياسية التي مرت بها الأندلس من التأسيس في عصر الولاة ثم في دور القوة والازدهار في عصر الإمارة والخلافة ثم نهاية في دور الضعف في عصر الملوك الطوائف لذلك أعزائي الطلاب أعرض عليكم الآن عددا من الأسئلة تفيدكم في مراجعة أفكار الدرس سؤال عريض وأهم سؤال في الدرس عدد أدوار الحكم العربي في الأندلس تعداد فقط ثم إذا عرضت عليكم درس السؤال الثاني ما هي أهم أعمال عبد الرحمن الثالث الناصر كما ذكرناها في دور الخلافة وهو من أهم الأمراء أو الخلافاء في تلك الفترة في عصر الخلافة السؤال برأيك ما هي الأهم الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة الأموية في الأندلس برأيك الشخصي بعدما أعرضت عليكم الدرس برأيك ماذا تستنتج ما هي الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى هذا الضعف الذي تكلمنا عنه ونهاية الدولة نهاية أعزائي الطلاب لا يسعني إلا أن أشكركم ومعكم واجب إن شاء الله الإسبوع القادم في الصفحة 107 من كتاب التاريخ التدريبات والأنشطة السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث نهاية شكرا لحسن استماعكم ونلتقي على أمل لقاء في الأسبوع القادم بدرس جديد إن شاء الله إلى ذلك الوقت دمتم بخير ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته